الورود هي لغة القلوب لغة قواعدها الألوان لا يتقنها ولا يعرفها إلا من أتقن مفرداتها في جولة مع العشرة مساء سنتعرف على خبايا وأسرار الورود وأشكاله وأنواعه الورد بابي النسبالك أنت إيه؟ أنا بحبه جداً واخدها هواية على فكرة أنا لستنصح ووء وبحب شغلتي بس أنا عندي أهم حاجة أهم من أي حاجة الورد اللي اختلف الأحجام زمان كان أحبت الأحجام الكبيرة دلوقتي الحاجات البسيطة هو بتفرق مناسبة عن مناسبة مناسبة حد بتحبيه وحد عايزة تعبره عن حبك أو يجبك بيه أكيد يعني الورد يعني أكتر حاجة وأكتر طريقة بتعبر اللي أنت عايزة تقوليه هو يقدر الزرع دواتي يقعد في برا المياه وقت معين؟ لو قاعد نصف ساعة بيبوس فيه ناس بتحط سكر ده غلط برضو على الورد فيه ناس بتحط كلور كلور ده برضو غلط على الورد غلط جامل حاجة اسمها قويس يعني يبدأ بقى نحط فيه بقى الزهر بقى يمنوش مال أهم حاجة تكون منصة لو تلاحظة حتصيك تلاقي شايفة الزهر دي جاي منين؟ جاي من وراء متنية كده يعني كل حاجة لازم تبقى منصة كم ينفحش أحط حاجة هنا وأحط حاجة هنا مش حاجة خلاص دايما الشباب يحبوا أبيض وحمر بيحبوه جامد أو يعني في بقى اللي هو فيه مناسبات تاني نعم مثل إن حد مريض فيبدأ يبعث الورد فلازم ياخد له حاجة منفحش ياخد له هند منفحش ياخد له هند بوكية حاجة بتتمسك في القيب لازم ياخد له حاجة ليه قاعدة بحيس إنه تتحطي جنبه حاجة لا هي ريحة حلوة لازم يعني كل حاجة لازم تبقى منصة كما بعض موسيقى الورد دي لغة خاصة حتى لو واحد مش فاهم أو في لغات مختلفة أو من بلاد مختلفة دايما إن حاجة المشتركة يأمل المزيكة أو الورد موسيقى موسيقى في كل وقت مالوش أي معاد خالص بالعكس دا لما بيجي في معاد غير يوم الحب أصلا بيبقى ليه ذكرى وبقى ليه يعني لازته حاجة تانية خالص يعني يوم الحب اللي هو العادي للناس بتجي فيه أي حاجة الزهرة دي زهرة الأنتوريو تمام؟ في دا اسمه جلاديولاس دا جلاديولاس الأبيض دا في الأحمر دا ورد بلدي دا جلاديولاس برضو بس أخضر وكلا ودا ورد بلدي ودي أخضر بأس اللومي مع فجير موسيقى المينة دي تعلمتها لأن العمارة اللي أنا كنت ساكن فيها وكانت جنب في وص البلد وكان فيها خواجات أصلا بيعملوا بصناعة الأحزية ودباغتها والقيام بتلميع الأحزية في يوم واحد كان يحمل رسالته الدكتوراه كمان وكان قاعد على كرسي ويصلح الأحزية للأسر المصرية اللي موجودة داخل وص البلد دا رس الجلود ودباغته وعشان كده أنا بعرف الجلد دا عايز إيه وده 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 عايز إيه زمانتوا شايفين كده كيلي كده بتبدأ من أول ما تمسك الحزاء بتعمل؟ زي ما انت شوفت كده أنا لازم أغسل الحزاء ودي مادة معينة أنا بغسل فيها بيها تشمل على جرسلين عشان الجلد يقبطاريه مواد تانية بتنظف لازا كان فيه بوعد زيت بوعد شحم بوعد مش أي حاجة من الدهنيات والزيود فبتشيلها لي بعد كده بنشف الحزاء زي ما حضراتكم شوفته وبان في التصوير إن أنا بعد كده ببتدي إن أنا أنشف الحزاء وابتدي إن أنا أديله إذا كان محتاج صبغات وصبغات اللي أنا بستعملها صبغات دي بغا كلها ما بستعملش صبغات مائية الجوانت ده أنا بشتغل في مواد دي كلها كيموية حاجة تانية بيقبى فيها عرق في دين الأحزاء بتاعت الناس فأنا لازم أحافظ على قدية من كل الكيمويات والحاجات دي كلها أنا هقول لكم على حاجة بسيطة جدا يا جماعة هل تعلمون إن الصندوق ده تبرع لتحيا مصر؟ أدل إيصالة هو ما بيستغربوا بس في طريق الشغل يعني ناس بتقول لي إيه اللي أنت بتعمله ده وبتعمله ده أنا صراحة بقول له طب حاضر تفضل أمسحلوا تفضل ومعلش دي أخر مرة تيجي عندي بس صراحة لأن أنا أنا عايز الشعب يفهم ما تسألش خليك في تخصصك سيبني أنا أعمل إن دي أمانة معي قبل ما تكون في جزمتك أنت فسيبني أشتغل أنا خدتها بعد تعب وعرق ومجهود وتعلمتها كويس قوي فما تجيش تقول لي إيه دي ويعملها كزا وكمان الموقف اللي يجي واحد يقول لي أنا عايزك تعملها لي كزا وتعملها لكزا عم أخد علبة الورنش وعملها في البيت وما تتعبش أعصابي أنا قاعد في السن دي أعمل الحاجة بنزاهة وجمال وبمتعة فما تتعبنيش معك أنا سفرت كتير الحمد لله ربنا أفض علي أن أنا قريت كتير الحمد لله يعني قريت كتير قريت العقاد وطه حسين والبير كامي وجان جاك روس وسيمون دي بخوار وسارتر وأندري جيد وأندري مرواء وفيه أندري جيد الباب الضيق عظيم جدا ياريت الشباب يقروه وشاك سبير ده شيء طبيعي يعني حتى لأن أنا درس في فرنسا سنتين مسرح في الكوميدي ريفرسي وكان جميل راتب موجود هناك وكان معايا عبدالعزيز مخيون الواد العظيم السينما ناسياه أول قصيدة نشرت لي في جريدة القاهرة وكانت بعنوان حيرة حطى الإيد على الخد ساكن في عينيها السهد مش شايفة في ليلها الغد مكسوفة تشكل حد أنا كاتب لحد دلوقتي خمسين قصيدة ويكفي أن الفيلم اللي أنا عملته شافه هاني شنودة وكتب عنه مقالة في منتهى الجمال اسمه ستر الحيوانة اللي اخترت له الاسم أنا بصحيته والحمد لله وكفاية أن أنا فيها صح أن أنا أمة وأصلي فرائد الله سبحانه وتعالى نفسي أن مصر تكون وهتكون بإذن واحد أحد أعظم دولة في العالم بس شعبها يخلص لها رضا الرب عليها وأنه يديني الصحة الآخر يوم في عمري أن أنا أدي فرائده ويحصل خاتمتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة